اشتركوا في القناة لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة حيث شهدت الجلسة مداخلات جوهرية أدلا بها أصحاب السعادة العضاء حول المواد التي تضمناها التقرير التكملي للجنة قبل أن يتخذ المجلس قراره بشأن المواد التي تم التداول فيها حيث وافق المجلس على إعادة المواد الثامنة والثالثة عشر إلى اللجنة لمزيدا من الدراسة طبعا هذا التعديل جدا مهم لمواصلة التعليق وموكبة ما تطلبه اليوم الوضع من معاملات الإلكترونية خاصة اليوم عندنا موجود في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية التي تستطيع أن يكون عندنا موجود فيه هناك تشريع واضح بحيث أنه لا يكون فيه موجود أي نوع من الثغرات التي لا تعالج أي نوع من الموضوعات التي يمكن أن تكون من ضمن التطور الذي حدث في العالم من ناحية التنكلونوجيا والمعلومات الإلكترونية أيضا طبعا لا ننسى أن التشريع لما يكون هناك موجود نوع مرتباط بعدد من الجهات الرسمية مثل هالمشروع اللي اليوم تكلمنا في ملاقشناه المجلس عندناك موجود فيه طبعا وجهة نظر وزارة العدل وجهة نظر وزارة داخلية وجهة نظر وزارة إجارة والصناعة والسياحة فالمجلس طبعا عنده مهمة أنه هو التوافق بين آراء كل هذه الجهات الموجودة اللي اليوم الحمد لله اللجنة المالية قررت أنه أوصت بالموافقة على هذه التعديلات المادة الثانية اللي هي قانون العقوبات اللي ارتعت اللجنة فيه أن مبدأ التصالح مبدأ مهم وأخذ فيه جميع التشريعات اليوم في العالم كله أوجدت مبدأ التصالح حتى يكون لأصحاب المنشآت التجارية والمنشآت الصناعية يعني لا يضامون أو يظلمون في أثناء تنفيذ هذا القانون والقانون هو للردء والحماية المجتمع وليس تشريع القوانين هو انتقام من الأفراد لا إنما الحماية والردء وحماية المجتمع هو مبدأ وأصل القانون وإن شاء الله ترجع لأنه بس مادتين ونخلص منه ويخلص القانون